بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب التعليم الفني الزراعي اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة التعليم الفني حلقتنا ان شاء الله هتكون لطلاب الصف الاول للمدارس الزراعية منظومة الجدرات المهنية برنامج فني حاصلات بستانية في برنامج فني انتاج الحاصلات البستانية بيتم دراسة مجموعة من الوحدات زي ما احنا وضحناها لحضراتكم في الفصل الدراسي الاول ومعانا وحدتين في الفصل الدراسي التاني كوحدات متخصصة وحدة اعلاد الارض للزراعة والوحدة التانية وحدة زراعة اشجار الفكهة ونباتات الزينة في الحقل المكشوف والزراعات المحمية في حلقتنا النهاردة هنوضح لحضراتكم مجموعة المهارات الخاصة بكيف يتم زراعة الشتلات في الارض المستديمة في واحدة اعداد الارض لزراعة اشجار الفكهة عرفنا ازاي نجهز الارض لاجراء عملية الزراعة وازاي نحكم على جودة حفر الجور والخنادق لاجراء عملية الزراعة في واحدة الزراعة بنتعلم المهارات ازاي بيتم زراعة هذه الشتلات في الارض المستديمة حتى يتم انتاجها بشكل جيد هنشوف محضراتكم بالنسبة لزراعة الشتلات اما يتم الزراعة داخل خنادق اللي هي بيتم تجهزها بطول الارض اللي عندي او بيتم زراعة هذه الشتلات في جور طريقة زراعة الشتلات في الخنادق ما بتختلفش اختلاف جوهري عن طريقة زراعة الشتلات في جور ولكن هنا احنا حنتضرب على ازاي انا حنقل الشتل من مكانها في المشتل الى مكانها في الارض المستديم اول حاجة بالنسبة لزراعة الشتلات في خنادق المعيار الاول كان بيحدد عرض وعمق الخندق طبقا للمواصفات احنا وضحنا في وحدة اعداد الارض اننا لما بجهز خنادق بيكون عندي عرض الخندق بيكون من متر للمتر وربع والعمق اللي عندي بيتراوح من خمسين الى سبعين سنط في الجزء التاني بيتم زراعة الشتلات بصلايا وبيتم زراعة الشتلات اللي عندي ملش وضحنا برضو لحضراتكم في حلقة سابقة ايه الفرق ما بين الزراعة الشتلات ملش وايه هي زراعة الشتلات بصلايا حالة زراعة الشتلات ملش انه بيتم نقل الشتلة من المشتل الى الارض المستديمة وجزور الشتلات عارية تماما من الطربة يعني الشتل اللي عندي بيتم العها من الارض وانقلها الى الارض المستديمة والجزور بتاعتها عارية تماما من الطربة وده وضحنا في حلقة سابقة وحنأكد عليه ما حضراتكم النهار هل كل انواع النباتات تصلح ان يتم نقلها ملشا اي ان الجزور اللي عندي بتكون عارية من الطربة هلاحظ ان هناك نوع واحد من النباتات وموعد مفضل لاجراء هذه العملية هي النباتات المتساقطة الاوراق ويتم تنفيذ هذه العملية في فترة ما قبل سريان العصارة وتفتح البراعم اي في نهاية فصل الشتاء وقبل فصل الربيع يبقى نقل الشتلات ملش بيتم في الاشجار المتساقطة الاوراق ولها معاد مفضل ان هي في نهاية فصل الشتاء وبداية قبل فصل الربيع وقبل تفتح براعم الازهر في حالة زراعة الشتلات في خنادق وزراعة الشتلات في جور بعد زراعة الشتلة بيتم تركيب دعامة للنبات ويتم تركيب كياب على النبات هنشوف مع بعض مواصفات الدعامة الجيدة وازاي بيتم تركيبها مواصفات الكياب الجيد وكيف يتم تركيبه وما هي اهميته بعد كده بيتم تثبيت النبات وبنشوف مع بعض البطايق الملاحظة اللي بيتم اجتيازها نشوف اول اهلا او اول المهارة من المهارات زراعة الشتلات في خنادي عندي مجموعة من المعايير المهم اركز عليها عشان لما نيجي نتضرب داخل المدرسة يكون عندنا المعايير الواضحة اي عملية فنية بيتم تنفذها لكل الجدرات الفنية اللي بيتم تدريبنا عليها لابد من اننا اكون عارف ما هي اهم الادوات اللازمة لتنفيذ هذه المهارة من بدايتها حتى نهايتها ليه الكلام ده لان انا بيكون الادوات اللي عندي بيكون مخزنة داخل مخازن داخل مشات الحاصلات البستانية او داخل المخازن اللي موجودة داخل المزرعة وانا هنفذ العملية الفنية داخل المزرعة ففي مسافة ما بين المكان اللي بيتم فيه تخزين الادوات والمكان اللي هيتم فيه تنفيذ المهارة فانا براجع الادوات اللي هحتاجها عشان اجهزها واخدها مرة واحدة من المخزن جزء عندي تجهيز الادوات والخامات اللازمة وايضا ادوات السلامة والصحة المهنية الحاجة التانية انا هزر عشتنات فبيتم تحديدها او زراعتها على مسافات محددة فانا بحدد مسافات الزراع وبعدين اعمل الجورة او اعمل الخندة وبعدين احط الشتلة جوه الجورة او جوه الخندة وبعدين اسبتها بترديم التربة حوليها وبعد كده بيتم اجراء عملية الري يبقى عند الزراعة في جور او عند الزراعة في خنادة بجهز الادوات والخمال بحدد مسافات الزراع بيتم حفر الجور وده جزء خاص بوحلة تانية اللي هي وحلة اعداد الارض للزراع وبعدين بيتم زراعة الشتلة او وضع الشتلة في الجورة او الخندة وبعدين اسبتها بالطربة وبعدين اركب الدعامة وبعدين اركب الكياب وبعدين اعمل عملية الري او اعمل عملية الري وبعدين اعمل تركيب للدعامة وتركيب للكياب يبقى انا هنا وضحت الخطوات المهمة للمهارة اللي هي زراعة الشتلات بصلايا طبقا للارشادات زراعة الشتلات ملش ما بتختلفش عن الزراعة في صلايا إلا في خطوة واحدة بس إننا بيتم دي في الشتلات اللي هي للنباتات المتساقطة لأوراق وبيتم فيها تحديد معاد الزراع أيضا بيتم معرفة أو تجهيز الأدوات والخمات أدوات السلامة والصحة المهنية بيتم تحديد مسافات الزراعة بيتم حفر الجور والخنادق بيتم وضع الشتلة وبعد كده بيتم الترديم ثم يتم الري وتركيب الدعامات ثم تركيب الكياب بالنسبة للدعامة وبالنسبة للكياب برضو حجهز الأدوات حختار الدعامة المناسبة بيتم غرس الدعامة وربط النبات للدعامة ثم يتم تركيب الكياب بعد كده يبقى خطوات تركيب الدعامات وتركيب الكياب هنتكلم عليها في مكانها بالنسبة لتركيب الكياب قبل ما نوصل للمرحلة دي هنوضح لحضراتكم إننا بتم زراعة الشتلات وشتلات النباتات بتكون في حالة أو في حاجة لحمايتها من العوامل البيئية الغير ملأمة فبيتم وضع الكياب الخاصة اللي هي ساتر أو حاجة بيتم بيها حماية النبات من العوامل البيئية الغير ملأمة زي الرياح زي الأتربة ودي بيكون زي سطارة من الغاب أو من البوس أو من الخيش أو من جديد النخلة على حسب الأدوات المتاحة وبتم تركيبها في الجهة البحرية أو الجهة الغربية وبيتكون بطول مناسب حتى تحمي الشتلات اللي عندي من العوامل البيئية الغير ملأمة هنشوف مع بعض الخطوات الفنية لزراعة أشجار الفكرة لكي يتم زراعة أشجار الفكرة ونباتات الزينة بشوف نوع النبات اللي عندي هل هو شجرة فكرة أو شجرة زينة متسقطة الأوراق ولا مستديمة الخطر هرجع مع حضراتكم جزء مهم جدا الشتلات اللي عندي هل شتلات تم زراعتها في المشتل داخل أكياس ولا كانت مزروعة في أرض المشتل واحد يسألني ويقول لي هل التعامل مع الشتلة المزروعة داخل أكياس والشتلات اللي بتكون مزروعة داخل المشتل في التربة مباشرة بتختلف في المعاملات هقول لي حضرتك بتختلف في المعاملات لأن الشتلة اللي مزروعة داخل كيس أو داخل قصيس بتكون المعاملة معاها أفضل لأن هي بتحتاج رعاية أقل من الشتلة اللي بتكون مزروعة داخل أرض المشتل بصورة مستمرة لأن الشتلة اللي مزروعة في أرض المشتل حيتعمل عليها معاملتين واحدة إن بيتم اقتلعها ثم يتم نقلها جورة داخل الكيس بيتم نقلها إلى الأرض ثم يتم عملية الزراع يبقى الشتلات اللي عندي أنا لازم كعامل فني أشوف الشتلة اللي عندي كانت مزروعة في أرض المشتل فهيتعمل عليها معاملة اسمها عملية قلع الشتلات ثم يتم نقلها إلى الأرض المستدين يبقى عندي شتلات الأشجار ممكن تكون شتلات منزرعة في أكياس أو شتلات منزرعة في أرض المشتر في فرق ما بين الاتنين أو في فرق ما بين الاتنين خلينا نشوف مع بعض بعض النماذج لشتلات الفكهة أو شتلات نباتات الزينة المنزرعة داخل أكياس هلاحظ النموذج اللي قدام حضراتكو ودايما نستغل الفرصة لأي نبات بنتعرض له دي صورة لأحد شتلات نباتات الحمضيات وهي أشجار البرتقال التي تم زراعتها داخل الأكياس ليه بنقول نستغل الفرصة؟ احنا بنتعرف مع بعض خلال حلقاتنا مع بعض وخلال تدريبنا داخل المدرسة على النباتات اللي موجودة اللي هنتم زراعتها بعد كده ففي حالة هذه الشتلات اللي موجودة معايا ودي شتلات البرتقال اللي موجودة داخل أكياس حيتم نقلها بالعدد المناسب إلى الأرض المستديمة ثم يتم قطع جزء من الكيس من أسفل وبيتم تنزيله داخل الجورة وبيتم تغطيته بالطربة وبكده بيكون زراعة تم زراعة الشتلات النموذج الثاني عندي شتلات اللي موجودة معايا في الصورة لأحد نباتات الزيتون ودي أيضا بتكون مجهزة في الأكياس لإعدادها للزراعة زي ما احنا شايفين هذه الشتلات لأشجار الزيتون تم زراعتها في أكياس شجرة للزيتون أو شتلات الزيتون من الشتلات المعمرة يعني شتلات مستديمة الخضرة بيتم زراعتها بهذه الصورة وبيتم نقلها إلى الأرض المستديمة ثم إجراء عملية الزراعة النموذج اللي قدام حضراتكم نموذج لأحد أشجار أو بستان من بساتين الفكهة وهو بستان خاص بأشجار المانجو وهذا البستان في مرحلة الإثمار لحظوا معايا أن حجم الأشجار اللي عندي اللي موجودة هل حجمها كبير ولا حجمها صغير حلاحظ أن الأشجار اللي عندي دي حجمها صغير وده واضح أن المسافة اللي موجودة بين الزراعة الشجرة والتانية مسافة تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر لأن هذا البستان لبساتين أشجار المانجو الحديثة زي الأصناف الأجنبية ومنها صنف الكيت أدي نموذج أيضا لشتلات مزروعة داخل أكياس وده شتلات من نباتات المتسقطة وهي شتلات الشتلات الخاصة بنبات العنى لو عندي شجرة متسقطة الأوراق شجرة متسقطة الأوراق سواء كانت أشجار زينة أو أشجار فكة من أمثلة الأشجار المتسقطة الأوراق في أشجار الزينة شجر البونسيانة وشجرة الجاكراندة بيتم تساقط الأوراق عليها في فصل الشتة فدي أشجار بيفضل نقلها قبل تفتح البراعم وقبل سريان العصارة في نهاية فصل الشتة حنشوف نموذج بيوضح لنا شكل الشجرة المتسقطة الأوراق وهي قبل خروج الأوراق عليها والصورة بعد نموها بشكل جيد وخروج الأوراق عليها قد النموذج اللي معانا شتلة أو شجرة لنبات التين في مرحلة الإثمار وهي في مرحلة النمو الخضري والصورة الثانية اللي موجودة ناحية اليمين هي الصورة لنباتات التين في مرحلة النمو أو قبل تفتح البراعم في فصل الشتة أو فصل الخريف هنا الشجرة في موسم الإظهار والإثمار وعليها الإثمار بتاعته موجودة والأوراق ودي الصورة للشجرة وهي عارية تماما من الأوراق في فصل الخريف في حالة نقل هذه الأشجار من مكانها إلى المكان المستديم يمكن نقلها شجرة التين دي يمكن نقلها من مكانها وهي في حالة تساقط الأوراق في نهاية فصل الشتة وبداية فصل الربيع ملش وهي متساقطة الأوراق تماما يبقى تم نقل الشتلات المتساقطة الأوراق عندما تكون في دور السكون يعني البراعم اللي عندي براعم غير متفتحة يعني بتكون في خلال شهر فبراير يبقى هنا بتتم في فصل الشتة وأوائل فصل الربيع والنبات خالي تماما من الأوراق والبراعم قبل تفتح حنشوف مع بعض برعم لنبات العنب وهو لازال في مرحلة السكون اللي هي المرحلة المناسبة لنقل الشتلات من الأرض أو من المشتل إلى الأرض المستديم عايزين نشوف مع بعض شكل هذا البرعم لما يقش في مرحلة التكشف ومرحلة التفتح هلاحظ هنا أن البرعم اللي عندي بدأ يدخل اللي هو هذا البرعم يدخل في مرحلة التفتح ومرحلة التكشف زي ما احنا شايفين وبعد كده بيبدأ بداية خروج الأوراق وبداية النشاط اللي موجودة على النبات وهذا البرعم بالفعل تكشف إلى الساق أو النمو الخضري الخاص به لو احنا لاحظنا مع حضراتكم هل يتم نقل الشتلات العنب ملش وهي في هذه المرحلة والبرعم ساكن ولا يتم نقلها وهي في هذه المرحلة بعد تكشف البرعم بيقول لحضراتكم أن هنا لو أنا حنقل الشتل اللي عندي ملش يعني الشتل خالية تماما من الطربة على المجموع الجزري بيكون ده قبل تفتح البرعم ولكن إذا كانت الشتلات مزروعة داخل أكياس يجوز نقلها وهي متفتحة بعد تكشف البرعم يبقى خلينا نأكد لحضراتكم مرة تانية أن زراعة الشتلات أو في إثناء إنتاج الشتلات داخل المشاتل يفضل إنتاج هذه الشتلات داخل أكياس بما يضمن سلامة ونسبة نجاح زراعة الشتلات في الأرض المستديمة بالنسبة للشتلات المتسقطة بيتم نقلها بدون طربة حول المجموع الجزري ودي احنا بنقول عليها نقل الشتلات بصورة ملش والنبات اللي عندي خالي من الأوراق تماما زي الصورة اللي قدام حضراتكم الصورة دي لشتلة قبل إعادة زراعتها في الأرض المستديمة هلحظ هنا حاجتي أول حاجة هلحظ أن الجزور الخاصة بالنباتات تم تقصرها وإزالة المتقطع والمتهشم منها الحاجة التانية أن هذه الجزور تم إجراء عملية ترويب يعني تم وضع هذه الجزور في طبقة من الطين الرطب لكي يتم الاحتفاظ بنسبة الرطوبة الحاجة التانية أن منطقة التطعيم موجودة على بعد مناسب ويفضل أن لا تكون هذه المنطقة أسفل الجزء اللي بيتم تغطيته يعني عند زراعة هذه الشتلات هلحظ أن الجزء ده بيكون فوق سطح التربة بمسافة تقريبا حوالي 5 سنطر يبقى هنا هلحظ المنطقة بتاعت الجزور الجزور اللي عندي عارية تماما من التربة يبقى إمتى أنقل هذه الشتلات بهذه الصورة عندي مجموعة من الاشترطات نرجحهم تاني النبات اللي عندي متساقط ولا مستديم نبات متساقط بتم نقلها إمتى في فصل الشتا وقبل فصل الربيع وبداية فصل الربيع أفضل معاد شهر فبراير يبقى نقل الشتلات المستساقطة الأوراق ملشا بيكون للشتلات المتساقطة الشتلات عارية تماما من التربة على الجزور تكون البراعم اللي عندي براعم غير متكشفة أو قبل تكشف البراعم بتكون نقلها وقت السكون بتكون الجور اللي عندي عند نقل الشتلات للأرض المستديمة إن الجور اللي عندي بتكون محفورة للحمق المناسب بحيث إن منطقة التطعيم بتكون موجودة فوق سطح الطرب هنشوف مع بعض إزاي بيتم تثبيت الشتلات زي ما احنا شايفين بيتم وضع الشتلات في وضع رأسي وأكد لحضراتكم تاني إن بيكون وضع الشتلات وضع رأسي بعد كده بيتم الترديم على الشتلات اللي عندي باستخدام التراب اللي هو ناتج الحفر المخلوط بالأسمدة البلدية والأسمدة الكيميائية وبحيث إن منطقة التطعيم وهذه هي منطقة التطعيم اللي أنا بشاور عليها لحضراتكم هذه المنطقة بتكون موجودة فوق سطح الطربة يعني لا يتم الترديم عليها بعد كده خطوات تقليع شتلات الفكهة المتسقطة الأوراق والمنزارعة بأرض المشتد شفنا لو شتلة مزرعة في كيس عايزين ننقل شتلة أو شجرة موجودة عندي بالفعل من مكانها للمكان المستدين أول حاجة بيتم رأي الأرض المشتل أو قبل عملية التقليع بوقت مناسب ليه بتجرى عملية الرأي قبل اقتلاع الشتلات؟ عملية الرأي حتساعد على إن في كمية من الرطوبة تكون موجودة داخل جسم الشتل دي حاجة الحاجة التانية بأضمن بيها إن عملية الرأي تساعد على تفكيك التربة الملتصقة أو حبابات التربة الملتصقة بالجزور مما يؤدي إلى سهولة اختلاع يبقى أول حاجة لو عندي شتلة مزرعة في المشتل ولشتلة اللي نباتت من نباتات المتسقطة الأوراق وحيتم نقلها ملش بيتم ريها ثم تترك إلى أن تجف الأرض الجفاف المناسب الخطوة التانية بأعمل حفر حول الجورة أو أعمل حفر حول الشتلة في صورة حلقة اللي بيها أضمن أحدد منطقة انتشار الجزور يبقى حاجة حوالين الشتلة اللي موجودة عندي وأعمل حفر في صورة دائرية حول منطقة انتشار الجزور حد يقول لي منطقة انتشار جزور الأشجار بتكون فين؟ أكتر منطقة بتنتشر فيها جزور لأشجار النباتات بتكون موجودة في منطقة أسفل ظل الشجرة وقت الظهير بمعنى أن عندما يكون أشعة الشمس عمودية لما تكون أشعة الشمس عمودية والشجرة اللي عندي عاملة ظل تحتها منطقة انتشار الجزور بصورة أكبر يعني أكبر كمية لجزور الشجرة في هذه المنطقة بتكون على منطقة أسفل منتصف ظل الشجرة يعني لو الشجرة اللي عندي عاملة ظل جنب الجزة بعرض متر يبقى الجزور اللي عندي بتكون منتشرة بكمية أكبر في مسافة الخمسين سنت فلما أعمل عملية حفر عشان أشيل الشجرة من مكانها بيتم الحفر بعد الخمسين سنت يعني أنا بعمل الحلقة في منطقة بعدها إمتى بعد منتصف ظل الشجرة في حالة الشتالات الصغيرة الحد يبقى نقول تاني بيتم ري الأرض ري جيد وتترك الأرض حتى يتتم جفافها الجفاف المناسب وبعدين بعمل حفرة دائرية حول منطقة انتشار الجزور بعرفها منين نقولها تاني منطقة انتشار الجزور بتكون بكمية أكبر في منطقة أسفل منتصف ظل الشجرة بشوف الضل اللي عندي عرضه قد إيه وبشوف بقسمه نصين وأبدأ أعمل عملية الحفر بعد هذه المساح بعد كده بيتم سحب الشتلة بهدوء ونفض التربة من عليها يبقى أنا بضمن ان الشتلة اللي عندي أصبحت خالية تماما من من التربة بعد كده بيتم عملية ترويب يعني بحط الشتلة اللي عندي في كمية من الطراب الدايب في المية لتقطيط سطح الجزور اللي عندي بكمية من التربة أو كمية من الروبع أو عملية بتسمى عملية الترويب حتى لا تفقد أو بتكون عرضة لفقد الرطوبة وحافظ على حيوية الجزور حتى لا تتلى حتى يتم نقلها إلى الأرض المستدينة الكمية اللي بعد كده بيتم إزالة التربة وإزالة السرطانات والأفرع الجانبية إذا كانت موجودة وبعد كده بيتجرع عملية الترويب وبعد كده بيتم لفها في حزمة من ربط الشتلات في حزم وبيتم وضع طبقة من الخش المبلول أو قش الأرز المبلول على منطقة الجزور حتى لا تفقد الرطوبة بشكل كامل ثم يتم نقلها إلى الأرض المستديمة ويعادة زراعتها مرة تاني يبقى لو عندي شتلة في المشتن أو عندي شجرة عايزاً إلها من مكان لمكان وهي شتلة متساقطة الأوراق في فصل الشتة وقبل فصل الربيع في وقت السكون العصارة بيتم راي راي جيد وبعدين بسيب التربة حتى تجف الجفاف المناسب وبعدين أعمل حفرة حفرة دائرية حول الشجرة في منطقة أبعد من منتصف زل الشجرة بعد كده بيتم سحب الشتلة برفق وبعدين بيتم إزالة الأتربة اللي موجودة على الشتلة وبيتم قطع الجزور المتهشمة والمتهتكة نتيجة عمليات القطع والحفر بعد كده بيتم ترويب أو وضع الجزور في طبقة من الطين الرطب المبلل بالماء وبعد كده بيتم ربطها في ربط الشتلات في حزم ثم يتم بعد ذلك تغطية منطقة الجزور بطبقة من الخش المبلول أو قش الأرز المبلول ثم يتم نقلها إلى الأرض المستديمة وبعد كده بعمل لها عملية الزراع يبقى كده وضحنا لحضراتكو الخطوات اللي بتتم لإجراء عمليات نقل شتلات الأشجار المتسقطة الأوراق ملشا من أرض المشتل إلى الأرض المستديمة خلينا نشوف مع حضراتكو طريقة نقل الشتلات والصورة اللي عندي دي صورة نموذجية لإجراء عمليات نقل الشتلات الصورة اللي عندي المشتل أو شتلة لنباتات متسقطة الأوراق ولكن عملية النقل اللي احنا شايفينها قدام حضراتكو دي أو اللي هنتباحها مع حضراتكو لتفضل حنسأل بعض هنا سؤال الشتلة اللي عندي دي شتلة متساقطة الأوراق موجودة في فترة زي ما احنا شايفين عدم وجود أوراق على هذه الشتلات حرعي مع بعض جزء مهم جدا إن العامل الفني أثناء تنفيذ هذه المهارة نبص مع بعض قادي واق القدم وقادي القفاز وقادي واق الرأس وقادي النظارة وحلحظ حاجة مهمة جدا إن هو جاب خيط من الدبارة عشان يلف بيه أغصان الشجرة لأنه يحافظ عليها لأن دي شجرة كبيرة وليست نبات هللاحظ هنا المهارة أثناء عملية التنفيذ نشوف مع بعض كده وإحنا بيتم لف النبات لف جيد وربطه بالدبارة هللاحظ هنا قادي الجزء اللي كنا بنتكلم عليه مع حضرتك إننا لكي يتم المحافظة على المجموع الجزري لهذه الأشجار بشوف المساحة المناسبة هو هنا تقريبا بحدد المساحة دي تقريبا على بعد من 30 إلى 50 سنط اللي هي أكبر مكان متواجد فيه الجزور لهذه الشجرة في هذا العمر بحدد البعد ما بين الشجرة وما بين البعد اللي هيتم عليها الحفر بعد كده هيتم عمل حلقة دائرية دايرة كاملة حول جزع الشجرة بحدد البعد المناسب وبعدين بحدد نصف القطر اللي هو محدده هنا تقريبا من 30 إلى 50 سنط وحيتم وضع أو تحديد لاحظوا معايا هنا قادي تاني قادي الجوانتي وقادي الواقع القدم وقادي المقص اللي هيتم استخدامه وموجود في جراب آمن حتى لا يتم أو يؤثر على العامل قادي النظارة اللي هتحمي عنيها وقادي واقع الرأس وإحنا قلنا أن تم ربط الأغصان بتاعة الشجرة باستخدام خيط الدبرة هنكمل تنفيذ المهارة بتم عمل حلقة دائرية حول الشجرة بعد كده باستخدام الكرك أو لوح التقليع بتم حفر حلقة دائرية زي ما احنا شايفين حددنا وبعدين هخلخل الطربة وبعدين هعمل حفر للحفر الدائرية أو حفرة عميقة حول الشتلة بالكامل عشان أحدد منطقة انتشار الجزور يبقى هنا عملت الحفرة الدائرية بعد كده هيتم حفر زي ما احنا شايفين آه دا في الجزء دا تم عمل الحفرة الدائرية خلاحظ هنا آه دي بعض الشعيرات الجزرية اللي تم تقطعها هنا عملية النقل اللي هنشوفها قدام حضراتكم بيحافظ على الجزء من الطربة دون الزالة أو دون تعارية الجزور ولكن انا بأكد لحضراتكم اننا لو عملت عملية النقل وهذه الطربة أو هذه الجزور عارية من الطربة بيتم نجاحها هنكمل الخطوات ونشوف ايه اللي هيتم بيتم حفر تقريبا على عمق مناسب بعد كده كل ما بينزل بالعمق بيتم يقرب من منطقة الجزر الأصلي لهذه الشتلة باستخدام مقص العقلة بيتم ازالة الجزور المتهشمة والمتقطعة الجزور اللي هي تم تأثيرها او تهشمت او تكسرت نتيجة اجراء عملية القطع هنا الخلاف ما بين طريقة نقل المالش والطريقة الأفضل ان هنا انا ما بنقلش شتلة ده انا بنقل شجرة مسمرة يعني انا حنقلها من مكانها الى المكان المستديم وهذه الشتلة سيتم اثمارها في نفس العام بيتم هنا لف الطربة بقطعة من الخيش المبلل وبسبتها جيدا حتى لا يتم تفكك الطربة حول النبات لان هنا بأكد لحضراتكم مرة تانية اننا بنقل اشجار كبيرة الحاج بعد كده بيتم ربطها ربط جيد بخيط من الدبارة حتى لا يتم تفكيك الطربة حول الشتلة وبأحزم الخيش حول الشتلة بشكل جيد بحيث ان الطربة اللي عندي لا تتفكك وبكده اكون ضام النجاح نقل هذه الشجرة بصورة كاملة وبيكون بنسبة جيدة وممكن نقلها من هذا المكان الى المكان المستديم بصورة كاملة يبقى عملية نقل الشتلة بهذه الصورة بالرغم ان النبات اللي عندي نبات متساقط الاوراق هنا حيتم قطع الجزر الرئيسي وبعد قطع الجزر الرئيسي بيتم استخراج هذه الشتلة من الحفرة وبيتم نقلها باستخدام عربة النقل او عربة الحديقة من مكانها الى المكان المستديم يبقى هنا عملية النقل اللي عندي بيتم امالة الشتلة زي ما احنا شايفين بصبحت الشتلة اللي عندي جاهزة لنقلها من مكانها الى المكان المستديم وبيتم زي ما احنا شايفين نقل هذه الشتلة باستخدام عربة الحديقة من مكانها الى المكان المستديم ادي مشهد تاني بنأكد فيه لحضراتكم عملية الحفر حول الشتلة وبيتم ايضا لفاها بالخيش زي ما احنا شايفين وبيتم ربط الشتلة حنرجع تاني الجزئية عشان نقارن نبين عمليات وسائل الحماية والسلامة والصحة المهنية حلاحظ هنا ان العامل هنا بنفذ المهارة وايديه عارية تماما من القفازات وده خطأ المفترض ان هو بيلبس قفاز للحفاظ على اهيه اده الصورة اللي عندي اه اه لو هنا العامل ما ارتداشي القفاز ده هيكون ايديه عرضة للاصابة بمشاكل اثناء عمليات النقل وبعد كده بيتم اه نقل الشتلة من مكانها الى المكان المستديم هنا في هذه المهارة اللي احنا شفناها قدام حضراتكم تم نقل شتلة لنباية متساقط الاوراق من الارض اللي عندي الى الارض المستديمة ولكن الجزور اللي عندي بتكون جزور مغطاة بالطرب عملية النقل اللي تمت واحنا شفناها قدام حضراتكم تمت لشتلة لنباية متساقط الاوراق وتم نقله بصلايا الصورة اللي قدام حضراتكم اللي شفناها دي هي نقل الشتلات بصلايا لو النباية اللي عندي مستديم الخضرة ولكن النموذج ده لنباية متساقط الاوراق الفرق ما بين النقل بصلايا والنبات المتساقط الأوراق إن النبات المتساقط اللي احنا شفناها في الفيديو ده ممكن أنقله إن نفكك الطربة حوالا الشتلة وتم نقل الشتلة تماماً علي من الأوراق هناك بعض الأدوات الحديثة اللي من خلالها يمكن نقل الشتلات المثمرة من الأرض المشتل أو من مكان إلى مكان دون أن تتعرض هذه الشتلات إلى أي نوع من أنواع الدر خلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو اللي جاي بيبين لنا نقل الشتلات المستديمة باستخدام الآلات الحديثة أو الحفارات الحديثة لاحظوا معايا هنا إن الآلة اللي عندي دي بيتم فيها جزء خاص بإجراء عملية التسبيت في خطوة سابقة خاللاحظ بس الآلة دي قبل ما يتم قلع الشتل من مكانها بتكون باستخدام هذه الأسلحة تم عمل حفر أو حفرة بنفس الأبعاد حتى يتم نقل الأرض أو نقل الشتل أو نقل الشجرة إلى الأرض المستديمة خلينا نشوف العملية بتتم إزاي ونعلق عليها مع حضراتكم هذه الآلة بتثبت الشتل وباستخدام هذه الأدوات بيتم اقتلاع الشتل بالكامل وتثبتها على الآلة قاد الحفرة اللي كانت جاهزة قبل كده وبيتم انزال هذه الشتل في وضع رأسي ثم يتم إزالة الآلات والأدوات وبينسيب الشتل دي كده تفضل الشتل مستمرة معي قادي نفس النموذج موجود لو أنا هعمل نقل لأشجار نخيل البلح من مكان إلى مكان نفس الفكرة بيتم عمل حفرة اللي بيها بيتم تحديد منطقة انتشار الجزور ثم يتم قلع الشتل بالكامل أو النخلة بالكامل زي ما احنا شايفين النموذج اللي موجود معانا فيه المشهد ده أحد أنواع نخيل البلح وبيتم نقله من مكانه إلى المكان المستديم وبيتم انزاله بنفس الصورة بيتم كان جرر سابقة تتجهيز بنفس الآلة بنفس الأبعاد وبيتم انزال الشتلة وبيتم اخراج السلاح اللي كان حامل أو حامي لمنطقة انتشار الجزور ثم يتم تفكيك الجزء الخاص بعملية التسبيت ثم يتم تسبيت التربة وكبسها ثم يتم رأي هذه الشتلات ونقلها كده قدرت أننا أنقل شتلة متسقط مستديمة الخضرة من مكانها إلى المكان المستديم عندي نموذج تاني لآلة تانية بحجم آخر برضو بيها بيتم نقل الشتلات من مكانها إلى المكان آخر في بعض الأحيان بيكون عندي شتلة أنا محتاج شتلة مثمرة بيتم نقلها من أو اقتلحها زي ما احنا شايفين آدي الجزء الخاص تم نقلها بالحفاظ على المجموعة الجزري هنا العمال بيجهزوا الخلطة من التربة اللي بيتم بيها تسبيت الأرض وبيتم هنا إزالة بقايا التربة اللي بقي بعد إجراء عملية التسبيت هللاحظ هنا حاجة مهمة جدا أن بعد إجراء عملية التسبيت هنرجع الجزري تاني لاحظوا هنا أن الشتلة عندي هنا في وضع إيه؟ في وضع مائل ما بيتمش تسبيت التربة إلا بعد أن تكون الشتلة اللي موجودة عندي في وضع رأسي كماماً بعد كده بيتم إزالة الأداة أو رفع هذه الأداة من الأرض ثم يتم رأي هذه الشتلات وبكده نكون نقلنا الشتلة من أو الشجرة من مكانها إلى المكان المستدين هنا وضحنا لحضراتكم مجموعة المعايير الخاصة بنقل الأشجار المتسقطة الأوراق ملش من أرض المشتل إلى المكان المستدين وضحنا لحضراتكم لو أنا زارع الشتلة داخل أكياس ما بيكونش عندي أي خطورة أو أي مشكلة من نقلها من المشتل إلى الأرض المستدين ولكن الشتلات المتسقطة الأوراق يفضل نقلها في شهر فبراير قبل تفتح البراعم وهي عارية تماما من الأوراق يمكن نقل الشتلات ملشا أي بدون أي مجموعة طربة أو أي كمية من الطربة حول المجموعة الجزر شفنا مجموعة من المهارات وتدربنا عليها وتكلمنا على مجموعة من المعارف في اللي بيها بيتم تنفيذ مهارة نقل الشتلات للمحاصيل أو نباتات الفكهة وأشجار الزينة المتسقطة الأوراق من الأرض المشتل إلى الأرض المستديمة بنقل بيسمى نقل الملش إن شاء الله في طريقة نقل بصلايا لشتلات النباتات المستديمة القدرة هتكون في حلقة أخرى دعواتنا لحضراتكم بالتوفيق والنجاح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة